اشتركوا في القناة في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن إحصائية ذكرتها بعض وسائل الإعلام العراقية ومثل ما يقال بالكلام العراقي طارت بها لأن نشرتها بشكل كبير وتفاخرت بها وأنت عندما تنظر إلى الأرقام التي ذكرت في هذه الإحصائية مع الواقع تقارن هذا مع الواقع تستغرب فتذهب مباشرة إلى التدقيق سأقول لكم ماذا نشرت هذه نشرة وسائل الإعلام أن هناك مجلة قدمت إحصائية مجلة مرموقة هي قالت قدمت إحصائية عن الوضع الصحي في العراق وقالت به أن موقع العراق كان نظام صحي في العراق موقعه في المرتبة 79 عالميا بين الدول الأفضل بأنظمة الرعاية الصحية الله أكبر قالت أيضا أن البنية الطبية العراقية سجلت 70.73 نقطة من أصل 100 نقطة وفيما يتعلق بتوفير الدواء والتكلفة سجل العراق 52.88 نقطة من أصل 100 نقطة أرقام مذهلة تبين أن العراق بلد متطور بالرعاية الصحية واقع الحال يشير إلى أنه واحد من أسوأ البلدان في العالم بالرعاية الصحية أسوأ بلد في العالم بالرعاية الصحية السلفادور دولة السلفادور هذه في أمريكا الجنوبية معدوما نهائيا وإحنا قريبين من عده بهذه النسبة وكثير من الإحصائيات المرموقة تتحدث عن هذا فكيف تقول هكذا عندما تبحث تجد أن هذه المجلة التي نشرت هي مجلة دعائية مجلة إعلانات يعني لقاء ثمن تدفع لها ثمن تنشر لك الإحصائات التي تريدها ومن المعيب أقول ومن المعيب على أي وسيلة إعلان أن تنشر أن تحاول أن تخدع الشعب وشعب ما يخدع لأن واقع الحال هو يرى المستشفيات ويرى المراكز الصحية ويرى المصيبة ويرى طباء اللي هاجروا وينقتلوا والمستشفيات اللي داخل إذا مفقود والخارج من عندها لولا المقبرة لو مولود من جديد ومصيبة كبيرة عندنا وغير قادرين وعني انهيار صحي كامل فكيف تتحدث بهذا الشكل فعلى وسائل الإعلام اللي تقول أنه يعني خلال العشرين سنة سماعت هذا الحديد كثير أنه وسائل الإعلام غير مؤدلجة ماشي طيب إذا كانت غير مؤدلجة يعني ما حد يمتلكها تمتلك رأيها تمتلك إرادتها فعليها أن تتحدث مع الشعب بصراحة وبكل شفافية وبكل وضوح ولا تكذب على الشعب لأنها غير مؤدلجة غير تابعة على أعزاب غير تابعة على قوى السلطة إذن عليها أن تتحدث بهذا الشكل ولا تجامل السلطة هذا واقع الحال طبعا حتى هذه المجلة الإعلانية لم يرد فيها في هذه العصائية التي قالوا نشرتها ذكر هذه الأرقام اللي سجلت 70.73 نقطة من أصل 100 نقطة بالبنية التحتية العراقية الطبية لم يرد هذا الموضوع يعني حتى متراجحة ما تلقي هذا الرقم ولا موجود ولا حديث عن هذا الموضوع وأنه تكلفة الدواء وتوفرها 52 و88 أيضا هذا ما موجود وهذه المجلة الإعلانية ويستغلوها بهذه الطريقة ومع الأسف الشديد نحن لدينا أسوأ أنظمة الأنظمة الصحية في العالم مثل ما قلت يعني لا نبعد إلا قليلا لمسافة قليلة عن السلفادور اللي هي لديها أسوأ أنظمة صحية أنظمة رعاية صحية في العالم هذا في عام 2023 هذا العام وقبل هندوراس أيضا هم دولة في أمريكا الجنوبية دول فقيرة جدا مو من العراق اللي يعتبر واحد من أغنى الدول النفطية في العالم المهم الموقع أكو موقع محترم ومرموق اسمه تومبيو هذا المهتم في تصنيف دول العالم وفق تكلفة المعيشة والسكن تحدث عن بغداد قال بالمرتبة الأخيرة بمؤشر الرعاية الصحية وإحنا نعرف أنه بغداد العاصمة هي مركز كل شيء مركز وزاراتنا مركز مستشفياتنا مركز عائتنا الصحية دعنا من المحافظات الأخرى هكذا الخطأ الذين توارثوا ومجلة The National اللي تصدر باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات العربية في أبوظبي أشارت يعني عام 2023 هذا العام إلى أن القطاع الصحي في العراق في طريقه إلى الانهيار قالت بالنص بسبب دمار البنية التحتية تقادمها نقص الأدوية الفساد هجرة الأطباء المستشفيات في العراق تعمل وفق نظام المحاصصة مثل المحاصصة الحزبية الوظائف ووزعوها بين الأحزاب توزع المستشفيات ضمن نظام المحاصصة هذه المستشفى وهذه المستشفى وهذه المستشفى لهذا الحزب وهذه المستشفى لهذا التيار لهذه الجهة لهذه الميليشية وبالتالي هكذا هكذا التوزيعات هل يمكن لبلد حتى الطب مال حتى مستشفيات حتى يعني مراكزة صحية توزع بالمحاصصة وفق نظام المحاصصة وتابع لأحزاب فاسدة مخربة دمرت العراق هذا أقع الحال فبالتالي عندما تنشر أحصائيات عندما تحدث الإعلام عن أحصائيات عليها أن يتحدث بشكل منطقي وعقلاني وصريح وشفاف وأن يذكر الحقائق كما هي لأنه يعني من المعيب أن تكذب عن الشعب العراقي هذا الشعب العراقي لا يستاهل أحد يكذب عليه وعموما هو حتى لو كذبت هو الشعب العراقي يعرف الصدق يعرف الأسود من الأبيض يعرف الصدق من هكذا وعشرين سنة تجربته أليمة جدا واضحة الصورة أمامه ويعرف أنه الخراب وين موجود وشون شكل الخراب وشون شكل الفساد أما تحدث له عن نهوض وتحدث له واحد عن مشاريع وهمية لا يصدق ولا يعني يسمحها أساسا هذه نصيحة لوسائل العلام أنه لا تتعاطى مع كذبة كبيرة وعليها أن تنظر إلى الواقع عندما ترهي هكذا أرقام على من يكتب هذا الموضوع أن يفكر هل الواقع فعلا هذا ويسأل نفسه ويدقق في الموضوع سيجد أنه الواقع شيء والأرقام التي تكتب شيء آخر كاذب غير صادق وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم